لكن مش دم الجنود المصريين كان النجبة الوحيدة اللي لحقت بمصر لا سبحان الله يا مؤمن بعدها نابليون الثالث والقوة الاستعمارية عملت في الخديوي اسماعيل اللي عملته في المكسيك ورطته في ديون واتأمرت على خلعه بعد فشلوا في سداد ديون وجابوا ابنه الخديوي توفي جابوا مكانه زي ما بيقول الخبر ده كده تجربة الخديوي اسماعيل مع الديون محمد عبد الشكور وهنا بيكلم على ان الخديوي اسماعيل خامس حكام الاسر العلوية يعد مضرب الامثال في الاختراض والاسراف بعد ان قام نابليون الثالث ومن بعده بريطانيا بتوريته في الديون خاصة بعد الحفل البازخ الذي اقامه لافتتاح قناة السويس والذي كان بداية النهاية للخديوي اسماعيل ديون مصر بعد افتتاح القناة كانت 16 مليون و 800 ألف جنيه مصري ثم قفزت هذه الديون سنة 1879 إلى 100 مليون في حين ان الميزانية المصرية وقتها الدخل يعني لم تتجاوز 9 مليون جنيه وبعد ان اغرقت مصر في الديون تزايدت حالة البلاد سوءا ولم تستطع تزديد الفوائد ما ادى الى فرض الوصاية الاوروبية عليها وساعدت بريطانيا بموافقة باريس والباب العالي على انشاء صندوق الدين الذي تحتك حكم في اقتصاد مصر وتوتا توتا خلصت الكاسة وخلص نابليون الثالث خلص اسماعيل اتخلع ومات وابنه توفيق اوجنيه جات مصر بعد ما العز راح محدش عرفها اصلا وهي بتزور الاهرام كانت امرأة بائسة لانه جمالها راح ووهج اللي عز راح انما اللي ما راحش ابدا هو الدرس بتاع التاريخ اللي لسه ثابت من 161 سنة لحد وقته هو نفس الغباء هو نفس المخ التخين هو نفس الجهل ونفس العمالة دلوقتي للأسف بيتعمل فينا اللي اتعمل في المكسيك واللي اتعمل في مصر في عهد اسماعيل على ادين نفس القوة الغرب مرة تانية وبيتم طورتنا في الديون بألف شكل وشكل ايش صندوق نقد واش بنك دولي وقروض غربية على قروض صينية على قروض يابانية وخليني اديلك نموذج واحد على الزحليقة اللي السيسي مركبنا فيها في موضوع الديون اسمع يا مؤمن وزير مالية مصر بيعدد انواع من الديون والسندات الفترة الجاية لسه عايز ياخدها ملحوظة ابن قسين مكتوب اسم كل نوع اللي هيطلع من كلامه اسمع ايها مساعي ايضا للعودة الى اسواق الدين عالميا نود فيها تعرف على احدث ما هو مخطط له في هذا الشأن العام 2023 سواء سندات استدامة سواء عودة الى الاسواق الاسيوية يعني عندنا خطة ان احنا نرجع تاني الاسواق السوق الياباني في سندات ساموراي خضراء وحاليا في محادثات مع الصين لاصدار سندات باندا بليوان خضراء وايضا مع مؤسسات تمويل في الصين لتسهيلات تمويلية ايضا سكوك احنا جاهزين عشان ننزل لسوق السكوك بالاضافة لكده بنتحدث على اصدار لأول مرة سندات الاستدامة بالاضافة الى يعني توقعتنا انها يبقى في عودة تدريجية مع بداية السنة الثلاثة وعشرين للمستثمرين في السندات المصرية بالاضافة الى انه برضو بنستهدف احنا ان احنا نصدر سندات خضراء مرة تانية كل ده مع لغز في الاعتبار ان لو الاسواق سمحت ممكن نروح لليوروبوند سندات اليوروبوند العدلي عز اتفتح على البحري ده غير صندوق النقد والبنك الدولي وكل ده لسه هناخده ده غير الرقم المفزع اللي وصلنا دلوقتي للديون بفوائده تخيل انك هتقعد تسدد في الديون دي لحد سندات كام طب عشان ما تغلبش خد شوفوا الصورة دي سدات فوائد ديون مصر والصورة من البنك المركزي لحد سنة 2021 الصورة دي من البنك المركزي انت هتسدد في فوائد ديون لحد سنة 2021 دور انت بقى تخيل اني اجيال ورا اجيال ورا اجيال هتقعد تسدد في ده اهو التاريخ بيتعاد بادوات عصرية باقناعة تانية الملابس اختلفت الديكور اختلف الممثلين اختلفوا لكن النص هو هو زي دلوقتي لما نمثل مصرحية اوديب مثلا او نمثل مصرحية مكبس غير لما كان بتمثل من 300 سنة الممثلين مختلفين الديكور مختلف الاضاءة مختلفة انما النص هو هو احنا ما عندناش اسماعيل اسماعيل ميشي ونابليون الثالث ميشي وماكس مليان ميشي لكن النص هو هو بقى ادوات عصرية وبدل ما كان التدخل عن طريق الدول بقى عن طريق وسيط ليهم اسمه سندوق النات اللي كتبت احدى الصحف عنه الاندبندت بتقول العنوان ده صندوق النقد طوق نجاة ام اداة للهيمنة الدولية تذهب بعض الدول الى ان دوره يتمثل في الانقاذ النزي وقت الازمات الكبرى وترى اخرى انه وراء اعلان الافلاس وفي التفاصيل بقى عيش انت حياتك الزعماء كانوا عارفين كده كويس قوي حتى مبارك كان عارف الدور اللي بيلعبه الصندوق وده فيديو مشهور جدا اللي مبارك بيكلم عن الصندوق وازاي الصندوق عايز يورطه ويطلب منه خداع الناس نسمع الرئيس مبارك كده اوز يخفض الجنيه 30% اقوله مش عامل عايش الناس زالي اقوله لا من فمسون تديني فرق لا 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 مش هاسل حاج بيش هاسل حاجات اوازجل عايز يغرقك باي طريقة عشان ينوشغل معك على طول اعمل بقى اصلاحات اعمل اصلاحات اقوم في انتخابات مجل الشعب هم بيقول لي ايه اسمع بقى استنى بعد الانتخابات كنت في امريكا مرة رحت كده وخفض 30% من غير ما تقول لحد ايه خفض 30% خفض 30% معناها اننا الناس الاسعاط 66-70% معناها لازم رتبات الموظفين معناها يفرض ضرايب يضبع ورق طلقهم يجين ايه 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 تيجي تقول لي تعالى بقابر انها من اصلاح اتصادي تاني ما فيش تمجانية التعليم ما فيش جيش ما فيش ما فيش اهموا الناس الغلابة ولا حاجة اقولنا اخي انت متهمش بالناس المحدود ازاي طول زي بتهين ده مبارك مش قناة مكملين مش محمد ناصر مش الاخوان ده مبارك الرجل اللي حكم مصري 30 سنة بيكلم على اسليب الصندوق بيكلم على الالعيب والطرق الملتوية للصندوق ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا